ورجعنا لكم بعد الفاصل وفاكرتنا النهاردة طبية ومع الدكتورة نورة ردوان كرم أخصائي تقويم أخصائي تقويم وزرعة الأسنان احنا لتاني مرة مع الدكتورة نورة عشان احنا بنكمل كل مواضعنا نحن بنرحب بك الأول انا كما بنرحب بك زيكي هيب عمرين بنشكر جدا لوجودك معنا لتاني مرة المرة اللي فاتت احنا كنا تكلمنا عن موضوع اللسع بس ما تكلمناش كتير احنا النهاردة بقى موضوعنا عن التهاب اللسع عرفينا ايه هو التهاب اللسع وكمان ايه أسبابه بقى وأعراضه عايزنا عرف كل ده هو أساس المشاكل عندنا في طب الأساسين كلها كل الناس عندها التهاب في اللسع بسبب ايه؟ بالسبب الأساسي عندي ان انا ما بخسلش بطريقة صحيحة او كمان ان انا بخسل سناني بس بحصل غلط اول حاجة التهاب اللسع ده بحصل ايه؟ بنلاقي اللسع بتاعتنا لونها محمر شوية فيها التهاب بنلاقي جير بنلاقي على الأسنان طبقة كده غريبة وانجودة تحت الأسنان وفيه سؤال كتير يقولك كل ما بخسل سناني بتقولينه ما بتخسل سناني نزل دم انا بخسل سناني بتنزف دم يقوم تاريك خالص يعني بطل خالص يخسل سنانه دخلنا في مشكلة أكتر التهاب اللسع ده بحصل ايه؟ احنا عندنا او احنا بناكل اي اكل استيكي او اكل فود او اي فود احنا بناكله خصوصا الاستيكي فود الحاجات اللي بتزق في الأسنان بيحصل ان فيه طبقة بتتكون على طبقة من البلاك طبقة رئيئة جدا لونها ابيض بتتكون على السناني لو انا ما غسلت السناني الطبقة دي بتفضل في مكانها العواقب بتاعتها ايه؟ عندنا الفم الصلايفة اللعاب بتاعنا ده بيحتوي على مينرالز معادي الكالسام وبوتاسيوم وماغنيسيوم فيه معاديم كلها بتدخل على الطبقة دي تتكون فيها وتترصب فيها تبقى الطبقة دي وصلنا لمرحلة الكالكولاس اللي هو مرحلة الجير طبقة صلبة كده موجودة على الأسنان الجير وانس اللي هو تكون على الأسنان بيعمل التاب في اللسة اعراضه ايه بنلاقي اللون اللسة بتاعتي لونها احمر بتنزف طبعا مع الغسيل وفيه ناس بتوصل معها المراحل ان هي بتنزف لوحدها ولاك من غير اي حاجة اللي هي اللسة بتاعتي بتنزف طيب انا وصلت للمرحلة دي كل الحاجات اللي انت هتستخدمها وقتل الأسنان واي واي كل ده ملاهاش حل في الوقت دايح حلي رقم واحد ان انا منظف جير منظف جير عند دكتور الأسنان لازم طبقة الجير اللي موجودة على اللسة والسنان يعني انا لو عند التهاب لسة اروح انا نظف الجير لازم تنظف الجير خلاص يعني اساسيا يعني هو بورتوكول كده انت بتنظف جير كل 6 شهور عندك جير مفيش عندك جير بتنظف كل 6 شهور بتاع مشيكة مع الأسنان اه ده اساسي السبب الاساسي ده خليف المشاكل كلها اساسيات يعني ممكن تلاقي السنة كلها سليمة وتلاقيه جايلك بسنة واقعت مخلوعة بسبب ايه بسبب الجير لهوا ده بيعمل مشاكل اول حاجة جنجفايت التهاب اللسة ده اكتر حاجة مشهورة نمرة اتنين بعدها انا دلوقتي وصلت للمرحلة اللي انا عندي التهاب في اللسة انا وصلت المرحلة دي منظفتش الجير عند دكتور الأسنان ومشيت على الروتيني ان انا بغسل سناني بعد منظف جير ومشي على مضمضة واستخدم الدمتها الفلوس اللي هو الخيط الطبي ده رقم واحد ده العلاج ما عملتوش ندخل في مرحلة رقم اثنين برودون تايتس التهاب في الاربطة بتاعة السنة السنة دي بتمسك في العظم عن طريق ايه؟ طبع الخارجية اللي احنا شايفينها دي كلها دي اللاسة طيب السنة نفسها مسكة في العظم عن طريق اربطة اسمها برودون تا اللي جاملت طيب الجنجفايتس اللي هو التهاب اللاسة مع الكتوش تبدأ تدخل للمرحلة اللي بعدها البرودون تا اللي جاملت ندخل في برودون تايتس التهاب في الاربطة طيب يبدأ ايه؟ ده مستوى اللي سا وتحت عظم مستوى اللي سا يقل العظم كمان يقل بصلاقي الجزر بتاع السنة بدأ ينكشف معه يقولك مع السخن سنة بتقعني مع البارد سنة بتقعني سنة الوعه ل opaque مع الأكلة سنة بتقعني ده ل Ludh لا ده سنة بدأت تتلخلخ أنا قريدي الأربطة لمسكة السنة بوزت نمرة 2 العظم اللي حاوليني السنة مستوى أل فقط عظم نمرة 3 عندي الحصار في الليسة مستوى الليسة قليل يبقى أنا دخلت في مرحلة أنه أنا عندي جنجيفايت السلتاب في الليسة بردونتايت السلتاب في الأربطة لمسكة السنة حصر بون رزور بشان اللي هو مستوى العظم بتاع السنة نفسها طيب دكتورة نورة إحنا طبعا بمناسبة النهاردة كنا بنعمل أكلات لمرضى السكر طيب إزاي أنا كمريض كمريض سكر أو برضو ممكن من الحامل هنعتبر أن الحامل دي مريضة طيب إزاي تحافظ على التعب الليسة عندي مشكلتين أساسين المريض السكر ده مشكلة عنده الناس الطبيعية بتتعرض لعندها التعب في الليسة تيجي بقى الحاجات التعمل أجريفيات بتبوز بزيادة السكر والحمل والولادة والرضعم الست في مرحلة الحامل بيحصل عندها هيرمونات شينجس يعني فيه تغيرات في الهيرمونات بتاعتها البالنس بتاعها فيه امبالنس طيب مع الإهمال بيحصل عندها تضاعف في التهاب الليسة والأربطة يعني إن كان عند الشخص الطبيعي بيحصل مرة عندها مراحل بتعدي مراحل كتيرة جدا طيب الست الحامل محتاجة عينية مضعفة عن الشخص الطبيعي لأن مع تغيره الهيرمونات ممكن تروح تشيل جير برضو وتنظف جير تنظيف الجير مش مشكلة مش حاجة اللي هي التدخل هيأثر على الطفلة أو الجنين أو الكلام ده كله طيب هي ونص إن هي بتكون في المراحل الأولانية احنا متفضلش أي شغلة طبعنا دخلت في أول ثلاث شهور بلا الشغل ثلاث شهور اللي في الوسط دول بيكونوا أمينين في أي شغل بالنسبة لك طيب هي عندها إيه؟ عندها التعب في الجير بيحصل عندها التعب في الليسة بيحصل عندها بسرعة بردونتايت استبوست اللي هي تقول لي أنا مع كل طفل دي كلمة شهيرة جدا بتقلي مع كل طفل فقط تسن مع كل طفل فقط تسن أنا كل ما يكون حامل لازم أخلع حاجة من السنين هي دي المشكلة فإحنا عندنا دا ملهوش علاقة وفي ما قولها شائعة بتقول إن وهي حامل بتسحب جلسة من الأسنين لا خالص هي وهي حامل إن صاحبت جلسة من الجسد من العظم بسحبش من الأسنين اللي بيحصل إن وجود يجير حتى لو بكمية قليلة مع تغيره هاملات بتبوز الدنيا عندي بالزيادة فبتضطر لناها تخلع سنين طيب قولنا روشيتة سريعة إن إحنا إزاي نحافظ على اللسم روشيتة سريعة روشيتة سريعة أول حاجة أنا شخص عادي بخصص سناني أقل حاجة أقل حاجة الصبح وبالليل مش هنقول بعد الأكل والكلام دا كل أقل حاجة عشان يقول لك أنا بطلع بقدي وبرجع مطاق اخصص سناني الصبح واخصص سناني بالليل رقم واحد نمرة اثنين عندي جير مهما عملت كل الوسائل والتقاليد بالحاجات اللي بيقولوا عادي مش هتحللك حاجة دكتور الأسنين إنت وانصرني في جير إنت تروح دكتور الأسنين ننظف لك الجير بعد كده غسيل الأسنين تستخدم مضمضة المضمضة أنواعك جديد جدا ماشي أي موسوش مش أي موسوش في منها علاجية فهو الدكتور الأسنين اللي هيحددها لك نمرة ثلاثة سور نزلت على الشاشة يا جماعة التهاب اللاسة بس عشان الناس تبقى عارفة التهاب اللاسة عامل زي تمام كميلي دكتور تمام التهاب اللاسة وتراكمات الجيرية وبيحصل تضخم في اللاسة آه عندي مريض اللي هو عندي مريض السكر مريض السكر برضو من الناس اللي مناعتها قليلة شوية في تغيرات كتيرة في الجسم بيحصل أن اللاسة قبل أكتر للتورم وقبل أكتر أنها تعمل صديد فده محتاج روتين وعناية كبيرة جدا ومحتاج أنه يزبط السكر بتاعه لأن السكر بيخلي كمية الدم اللي راحة قريضي تغزي العظم وتغزي الأربطة وتغزي اللاسة كلها قليلة فهو برضو من الناس المفروض تهتمي باللسة بتاعتها وتهتمي وغسيل السناعة شؤال مهم جدا عشان فيه صورة عن زراعة الأسنين هو حاجة سريعة طيب هو ينفع أول حامل أروح أزرع أسنين لا وهي حامل مش هنزرع الأسنين وما تخلص حاملها هنبقى لزرع الأسنين لكن ممكن مريض السكر يروح لزرع ممكن نزرعه الأسنين بس بشرط أول حاجة مريض السكر يكون بيعتني بنظافة الفم تمام؟ نمرة اتنين رقم اتنين عندي أنه هو يكون أصلا سكره يعني كنت رولت السكر ده مرض هو ما يعتبرش مرض قد ما هو حاجة يجب يكون مزبط السكر عنه يجب يزبط السكر وانصلوا يزبط السكر وبقى كنترولد في المزبوط بتاعه هو شخص عادي جدا تعمل له أي حاجة لو ما زبطش السكر هيحصل عنده طوارم في الليسة هيحصل عنده كمية العظم أصلا اللي هي قليلة أحطوله الزراعات الزراعات نفسها لو مش مزبط السكر هتضطر أنها تقع من مكانها مش هتفضل في مكانها زيها زي السنان بتاعته سنينه وقعت كمان الزراعات بتاعتها توقع لازم يزبط السكر بتاعه بيزبط مع الفيزيشن بقى اللي هو دكتور البطل لا طبعا بيبقى عنده كبار السن بقى يعني إحنا والله هو السكر والله هو العادي السكر دلوقتي موجود في كبار السوار لأنه طيب اللي هو طيب وان اللي هو بيبقى اللي موجود ده بيبقى حاجة وراسية أو تغير في الجسم أو كده أما طيب طيب بيبقى في السمنة مثلا ممكن تلاقي أطفال عنده سكر فهو السكر مرض منتشر جدا فإحنا منقدرش أقول اللي هو على كاتيجوري أو سن معين لأ هو موانس إنه فيه سكر من الزبط السكر بتاعنا تزرع تخلع تنظف تعمل كل حاجة شخص عادي جدا طيب السكر مش مزبوط من الزبط السكر بعدها نزرع يعني مريض السكر زبط سكره هو قابل إن أنا أعمله أي حاجة لكن يعني التهاب اللاسة يحافظ عليها إزاي؟ يزبط السكر بتاعه هو مريض السكر يزبط سكر ويستخدم المضمضة ونستخدم الفلوس ده في مريض السكر زي في مريض العادي بس الفرق إن مريض السكر محتاج يهتم بزيادة لإنه عنده عوامل بتعمل أجريبيشن ببوز بزيادة طيب إحنا طبعا بنشكر حضرتك جدا ووقتنا خلص بسرعة بس لسه حلقاتنا مخلصتش إنه إحنا كل حلقة إن شاء الله هنكون مع بعض هنتكلم في موضوع مختلف أنا بشكركم جدا على متابعاتك لنا كانت معينا دكتورة نورة ردوان كرم أخصائي تقويم وزراعة الأسنان جامعة المنصورة شكرا لكم أشوفكم في حلقاتنا إن شاء الله هتوحشوني أشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم